إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن تطوير القطاع الصناعي سيسهم في الحد من دخول البضائع المستوردة للإقليم جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش وضع الحجر الأساس لمشروعي المنطقة الصناعية ومصنع إعادة تدوير النفايات في ناحية رزقاري التابعة لإدارة منطقة زاخو قال مسرور بارزاني في كلمته أن هذين المشروعين الاستراتيجيين مهمان للغاية ويعودان بالمنفعة الكبيرة على المنطقة مضيفا أن تطوير القطاع الصناعي سيترك أثرا واضحا على إقليم كردستان وأن العالم اليوم يعرف البلد المتقدم من خلال تطوره الصناعية وأضاف أن إقليم كردستان منطقة غنية بالمواد الأولية وثروات الطبيعية وهي الأساس في تطوير القطاع الصناعي والسوق الجديد في الإقليم التي تمتلك سلعا تتطلب العمل عليها وتوفير المواد الخام لها داخل كردستان للحد من استراد الوضائع والتقليل من حجمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر